السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم متابعين عبر قناتنا الفلاحية اذا متابعين نوازلنا معكم في شجرة التين وفترة التلقيح متابعين الكرام فترة التلقيح بحبات التين الذكري لشجرة التين الأنثى اذا سوف نلاحظ معكم كيف يتم وضع بعض حبات التين الذكري في شجرة التين الأنثى وكيف تتم عملية التلقيح اذا متابعين بعد متابعة ونضج بعض حبات التين الذكري اذا نشاهد معكم بعد القطف سوف نتابع معكم كيف نضع هذه الحبات في شجرة التين الأنثى اذا متابعين بعد القطف لحبات التين الأنثى سوف نشاهد هنا معكم في الصورة مثلا سوف نأتي بعض الأشواك وهنا نضع الأشواك في هذه الحبات ليتم لسقها في شجرة التين الأنثى هنا مثلا شجرة التين الأنثى هنا نلاحظ عملية إخراج بعض التين لأن أنثى هو صغير جدا الآن سوف يتم لسق هذه الحبات وإن شاء الله سوف يتم بقدرة الله عز وجل تلقيح هذه الحبات من بعض الذباب إن شاء الله إذا نشاهد معكم بعدها يلساق في هذا الغسن بعض الحبات وهنا حبة كما نشاهد معكم في الصورة سوف يخرج ذباب من هذه الحبات تين الذكري وسوف ينتشر هذا الذباب في كل أنحاء الشجرة التين الأنثى هنا نلاحظ معكم بعض حبات التين الأنثى هي تنتظر التلقيح هنا هي صغيرة الآن سوف ينتشر الذباب من حبات التين الذكري التي وضعناها ويتم تلقيح بإذن الله إذن إن شاء الله سوف نلتقي في فيديو آخر جديد الساعات المقبلة عبر قناتنا فقط رسلونا بالأسئلة وسوف نرد على الجميع وأين نجد التين الذكري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته